السلام عليكم اليوم قصتنا عن أصغر سفاح في المغرب اسمه أيمن أيمن هذا الله يسلمكم عمره 17 سنة في عام 2014 لا زال يدرس في المرحلة الثانوية المهم في العطلة الصيفية يحاول يترزق الله يشوف له وظيفة يشوف له شيء تعرفون مرات الطلبة اللي يكونون بحاتل للأموال وكذا في العطلة الصيفية تكون في فرصة للعمل في مطاعم الوجبات السريعة في المقاهي في أي مكان ثاني المهم فقالوا لأروح إلى تاونات مدينة تاونات فيها فرصة عمل في مقهى وهو أساسا من شمال المغرب من مدينة اسمها مارتيل وفعلا في الصيف راح إلى تاونات وذهب للمقهى واشتغل عندهم قرسون يوصل طلبات للزباين شاي جهوة كذا ما شيل أمور معه وياخذ أجر بسيطة لكن هذا الأمر هذا حس أنه ما راح يوفي معاه وهدفه أنه يجمع أكبر قدر من الأموال تساعده في مرحلة دراسية القادمة لأنه من أسره فقيرة ويعتمد على نفسه والعطلة الصيفية كادت أن تنتهي وهو أصلا ما جمع شيء بالراتب جدا بسيط اللي يعطوناها المقهى فقرر أنه يعمل بائع الذرة المشوية يشتري ذرة من السوق من سوق الخضار ويشوي يحط لها مثل الدوة نفس هذه اللي حين أنا بالفيديو يحط لكم إياها الدوة هذه وفيها فحم ويشوي هالذرة يبيع للناس اللي بالشارع حس أنه أفضل فيها ربح يعني أسرع من المقهى لكن كذلك رح يستمر لمدة عشرين خمسة وعشرين يوم تخلص العطلة الصيفية شلون ما رح يوفي معاه الربح هذا ما رح حتى يكفيه في المرحلة الدراسية القادمة اللي بيكملها في مدينة جلسي فكري فكري قال خلص أنا لازم أسرق وبطريقة ذكية بحيث بحيث أنه ما أنكشف ولا وما ما دام مني بسرق بسرق جمل على قولتهم فما رح أسرق شي بسيط لا خلاص دام مني برتكب جريمة برتكبها على مستوى من خلال بيعة للذرة المشوية يمرون عليه ناس أشكال وألوان فصار يتعرف على هذا يعرف أنه مثلاً هذا اللي تشتري عند الذرة ساكنة في المكان الفلاني لكن مع عائلتها والرجل هذا ساكن وعنده أولاد يشتري حق أولادك مر عليه واحد اشترى من الذرة وحط لها في كيس وقال أنا باكلها في البيت فأسأله أيمن قال لها يا عم ليش يعني في البيت قال لها هنا يعني في البيت يعني المدام أكيد بتطبخ لك يعني يحاول أنه يفتح باب الحوار بينه وبين الشخص هذا فاش قال لها قال لها لا والله أنا أصلاً كنت عايش في السويد ولسه جاي وأنا أحمل الجنسية السويدية لكن أنا مغربي الأصل وتعبت من الغربة مهاجسة لسنوات طويلة وتوني راجع وما عندي أحد في البيت أنا أعزب وأنا كذا وكذا وبيتي في المكان اللي فلاني أنت من متهني يا أولادي وأنت مبين عليك صغير في العمور ليش ما تكمل دراستي قال لها يا عمي أنا قاعد أحمل دراستي لكن أنا قاعد أشتغل يعني أدو برزقي يعني لين يعني تبدأ المرحلة الدراسية اللي هي الفترة اللي ما بعد الصيف بها الطريقة عرف أيمن أن هذا الرجل غني كان في السويد وعنده فيلا فخمة وعايشة بروحة وحسب ما أعطاه من المعلومات فقال هذه فرصتي خصوصا أن هذا المغرب السويدي كبير في العمر ما هو صغير يعني عمره في أواخر الستينات عرف وين بيتها وقال هذا أول ضحية ويروح يشتري إلى مادية أو سكينة هذه اللي تنفتح نفس المطوع ويجي عند بيت السويدي بالليل يراقب يراقب يشوف أبدا فعلا الفيلا ما فيها أحد تسلق الصور ونزل ولا الباب الداخلي تعرفون دائما الفيلا الكبيرة فيها السور خارجه وبعدين الباب طاب البيت اللي يفصل ما بين الحديقة ما بين البيت نفسه الآن الباب مغلق والشبابيك مغلق بإحكام شلون يدخل وشلون يخلي الرجل بنفسه يجي يفتح الباب طلع بفكرة كان يطلع أصوات غريبة ويقلد أصوات حيوانات وكذا بالليل وضرام ويقعد يصار 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 عند الباب عند الشباك شوي الرجل هذا يسمع صوت يعني غريب شوي شوي يقترب من الباب فتح الباب ما شاف يتلفت يمين يصار لأن الكلام هذا في حديقة حديقة البيت وصوت هذا قريب جدا فيتلفت يتلفت نزل يبيروح للباب الخارجي باب السور وَلَّا هَذَا أَيْمَنْ وَرَاهُ طَعْنَ مِنْ الْخَلْفِ وضرب ضرب لين سقط الرجل على الأرض مات رحمة الله عليه دخل البيت أيمن الحين أجهز على الضحية وهذه كانت الفكرة عنده أنه لازم يقتل صاحب البيت اللي يبيسرقه ليش يبياخذ راحته يبيفلي بالبيت شوي شوي يفتح الأدرج على الراحة خلاص مو مستعجل ما في أحد غيره بيد أن هذا ما تنتهي الموضوع فجلس يبحث يدوره فعلا حصل أموال كثيرة ومجوهرات حصل ساعات غالية الثمن حصل خواتم حصل مدري شنو أموال دولارات وغير دولارات يعني أكثر من عملة يعني المهم جمع 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 لين طوله الفجر ويأخذ الأغراف وهي يطلع من باب بالبيت ويمر على جثة هالمغرب السويدي ويفتح الباب ويستيكل وراه ولا كأنه صار شيء يوم يومين ثلاث أربع لين تم اكتشاف مقتل الرجل الوحيد اللي عايش في بيته وأن الجثة موجودة داخل البيت بجانب باب السور بدأ التحقيقات ورفع البصمات ويدورون يدورون يعجزوا ما في أي شيء يثبت هوية القاتل اللي هو أيمن بائع ذرة ولا حد انتبع عليه لا وهذا يبيع الذرة قريب جدا من البيت ويشوف كل شيء شاف الناس وهي ملتمة عند البيت شوي يحضروا رجال الأمن شوي يطلعوا الجثة دنيا مقلوبه وهو يبيع الذرة ولا كأنه صاير عنده أي أبدا راحت الأيام جاءت الأيام حس أنه فلت من الجريمة هذي شعر بالنشوة قال لا هذه الطريقة أنا ما رح أوقف لين تخلص إجازة الصيف شوى شوى قائمة بالضحايا اللي راح يقتلهم ويسرقهم مثل ما سرق الأول فكان من بين الضحايا أول واحد كولونيل هذا قيادي في القوات الملكية المغربية متقاعد وهذا عايشة بروحة وظهر عيالها كلهم في الخارج وكذا حطها باللستة هذا من ضمنه الزباين اللي يشتروا من عنده الذرة وهو جاس النبط وحاول أنه يعرف منه أنه عايشة بروحة ويشوفها وقريب من بيتها هذا يدخل بروحة يطلع بروحة مرات يسأل مرات الرجل هذاك من نفسه عن طيب نية يسولف أنه بروحة ووحداني وكذا المهم حط الكولينيل الضحية الثانية وحط الضحية الثالثة صيدلي والضحية الرابعة فلان والضحية الخامسة فلان حط خمسة كان هذا الخمسة أقضي عليهم وكلهم كبار في العمر وكلهم رت رتشين فلوس وعايشين فيلا الفخمة أقتل وأسرق أقتل وأسرق المهم بدأ في الخطة راح حق الكولونيل ونفس الطريقة تسور المنزل وبدأ يصدر أصوات مرعبة صوت شكرا بس أنت أخطأت يا أيمن لأنك هالمرة جاي عند قيادي صاحب خبرة عسكرية صحيح أنه كبير في العمر لكن طلع هذا القيادي متعافي رياضي صحيح أنه كبير في العمر لكن لا زال يمارس الرياضة ولا زال فيه الشجاع وتحرفون قيادي ومتقاعد يعني ما هو يكون مدني عادي يعني مسكين يدور برو تلقاع لا هذا يسمع الصوت ف طلع فتح الباب يدور التفتي ميني صار ما في حد ولا هذا وراه أيمن ويضرب أضرب بشنو في البداية بحديدة أو على صلبة يعني أضرب على الرأس لكن هذا ما فقد الوعي ولا سقط أو يلتفت على أيمن ويمسك أيمن أو ضرب 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 صاروا يتعافرون هذا صحيح أنه يعني عمره في أول السبعينات لكن متماسك القيادة هذا وأيمن شاب صحيح عمره 17 سنة لكن مفعم بالحيوية والنشاط وترى الشباب دائما في المصارع صارح ما الشاهد ما يقدر عليه أو صار معافر بين هالقيادي أو بين أيمن لكن أيمن كان مجهز نفسه حاط معه السكين ويطلع السكين ويطعن هالقيادي في بطنه طعنة كانت قاتلة من حقارته أيمن لما طعن القيادي ما سحب السكين لا قام يلف فيها داخل بطنه لأن هذاك ماسك في وهذا طلع السكين لحظة كأنه احتضن القيادي وهذا طلع السكين وحطها في بطنه صار يلفها داخل بطنه داخل بطنه لين هذاك فقد وخارت قوه وطعه على الأرض توفى رحمة الله عليه هالمصارع اللي صارت بينهم أفقدت أيمن شغف السرقة تعب ضرب ضرب هالشايب ولهم السكين اللي عنده ولا كان ما قدر عليه فالضرب اللي صار بينهم القيادي ذكي ظهر حس إن أنا رحمت وإن أنا اعتبر واحد من الضحايا اللي قاعدت ارتكبها المجرم هذا فأقل شي أني أفضح قام يصرخ القيادي وصار لما كان يحظن أيمن كان يضرب فيه الباب الباب الخارجي يبي يثير الجلبة أو يبي الناس تسمعه وفعلا نجح الشايب أنه وصل صوته حتى الجيران الجيران صاروا يسمعون فيه منهم امرأة جارته صارت تسمع ضرب 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 المهم بعد ما سقطوا مات رحمت الله عليه أيمن تعب وين وين السرقة الصوت انفضح ويتسلق الصور طبعا ما أخاف أنه يطلع من الباب لأنه الصوت واصل فقال أخاف أنه حد انتبه علي قام وتسلق الصور لكن من سحظة تسلق الصور من جهة الجارة اللي صارت تطالع من الشباك تطالع تقول شنو هالصوت ولا هذا أي من فوق الصور صارت تصرخ بالشارع بالمصادفة ولا فيه واحد رقيب عسكري اسمع عبداللطيف هذا يدام فيه نقطة حدودية وتوه راجع صال لفترة قاعد في الحدود وتوه راجع له سبحان الله يمكن رب العالمين رجع لبيتهم علشان يكون سبب صارت تصرخ عليه وهذا عسكري متأهب شفيت يا مرش صاير قالت شوف شوف هذا اللي فوق الصور هذا كان داخل البيت وسمعنا صوت ويوم شاف الرقيب عبداللطيف وقام يركض أيمن نزل من الجهة الأخرى وصار الرقيب يركض وراه ولا فيه مغسلة السيارات يا سوح حظك قعد يركض أيمن اللي هو بايع الذرة ويركض وراه منه هالرقيب ويمر أيمن جهة مغسلة سيارات مليانة شباب ويقوم يصرخ هذا مجرم هذا مجرم يصرخ يصرخ هذا مجرم حرامي حرام هم يدروا شو بس يدروا انه حرامي هذا مجرم هذا حرامي امسكوه ويطلعون اللي في المغسلة وتو ولا تو أيمن منصوبهم يركض افهموا السارفة شا قاموا يسوون كل واحد فيهم صار يمسك حجر من الأرض ويركض وراه أيمن وصار الكل يحذف عليه يرميه في الحجارة واحد فيهم اصابة اصابة على الرأس ويسخط أيمن في وسط الشارع ويمسكون إلى أن وصلت دورية النجدة وحالوه إلى مركز الشرطة الضابط اللي حضر على طول أخذه وداه إلى بيت الكولنين قال أول شيء أروح بيتك أنت وين ساكن قال أنا هنا مأجر غرفة أنا مدخل غرفة ولا فيها جميع المسروقات المذكورة أنها مفقودة من داخل بيت السويدي وهو احترف أن هذا سرقتها من البيت الفلاني والقياد أنا ما لحكت وطلع صوته واعترف بالقصة بالكامل ولقوا عندها القائمة كان من المفترض أن مقتل القيادة يروح يقتل الصيدلي ويقتل فلان ويقتل فلان مسويلا خمسة قال أقتلهم وخلص واروح لهلي في مدينة مارتهيل أخلص دراستي وكل صيف أرجع لهم أرتكب لكم جريمة حق الأثرياء وأتخلص منهم أركب بالطويلة تم حالته للمحاكمة وصار الضج وصار ويسمون سفاحة تاونات يعني الموضوع وين وهذه الصدمة اللي أثارت غضب أهل تاونات وخصوصا أهل الضحيتين أن لما تم محاكمة أيمن اتضح أن عمره سبعة سنة وأن القانون أكبر عقوبة ممكن إجازة فيها القاصر هو السجن لمدة خمسة عشر هذه أقصى عقوبة لأن إلى الآن يعتبر حدث وهذا في القانون إذا ما تم تعديله بعدين أنا سمعت أنه لا أدري أي دولة تم تعديل الحكمة في مصر تم تعديل موضوع معاقبة الحدث في السابق كان لا يعاقب لا بالعدام ولا بالمؤبد أعتقد تم تعديله بعدين نذكر قصة إن شاء الله في قصة عن هالموضوع هذا مالكم بطويلة أي من تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وهذه نهاية صالفتنا وفمان الله مع السلامة